ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أجانساً ووجد الصغوف تامة فليسل خلف الصف وحده مع الإمام ولا إعادة عنه هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم والمسألة أحطنا علماً بأن فيها ثلاثة أقوال العلماء القول الأول أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولو كان له مكان في الصفوف التي أمامها وأن دخوله بالصف على سبيل الاستخدام لا على سبيل الوجود وهذا مذهب أكثر الأمة الإسلامية مذهب أكثر الأمة الإسلامية لأنه مذهب الإمام ناد والإمام الشافر والإمام أبي حنيقة ورواية عن الإمام أحمد يعني معناها نصمة بالإمام أحمد مع الذين يجزون الصف خلف الصف ولو كان له مكان أعرفت الآن؟ طيب القول الثاني أن من صلى منفرد خلف الصف ولو لم يجد مكاناً فصلاة المنفرد صحيحة وإذا قابلت بين القولين وجدت أن هذا في غاية ما يقوم من الشدة وهذا في غاية ما يقوم من السهولة القول الثالث الوسط أنك إذا وجدت الصف تاماً فصلت وحدك لأن الله يقول اكتقوا الله ما استطاعتم وأنا ليس لإستطاعة فإذا قال الإنسان لك استطاعة اجذب واحدة قلنا هذا لا جوزة لأن جذب الواحد فيه اعتداء عليه وفيه تشويش على بقية المصدود وفيه قطع للصف أما كونه اعتداء على هذا الذي جذبت فلأنك تنقله من مكان فاضل إلى مكان مفضول وتشويش عليه الصلاة أيضاً لأنه لا يجب من الذي جذبه وأما كونه تشويش على المصلين فلأن هذا الصف سوف يتقارب كلهم سيتحققون حركة اللا داعي لها من أجل رأب الصف في هذا الصف وأما كونه انقطع للصف فواضح فإن قال القائل يستطيع هذا أن يتقدم ويقف مع الإمام قلنا هذا أيضاً غلط لأنه إذا تقدم فسوف يؤذي المصلين الذين أمامه حيث يتخللوا وإذا كان المصل فيه فيه عشرون صفاً كم يتخلل نعم عشرين صفاً فيهديه ثم إذا تقدم ووقف مع الإمام وجاء آخر بعده بدقيقة ودقيقتين ماذا نقول نعم يذهب مع الإمام صار عند الإمام إثنان وبعد تقيل جاء الثالث نقول رحمة الإمام وإذا بالإمام صفاً كان لكن لو وقف هو بالصف جاءه أحد صار صف وإن لم يأتيه أحد فكونه مع الجماعة في الأفعال وإن لم يكن معهم في الصف خير من كونه ليس معهم لا في الصف ولا في الأفعال فلهذا هذا القول الوسط اختار شيخ لسامين تيمية واختار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على أنه متى وجد الإنسان الصفوفة تامة أمامه فليدخل مع الإمام ولو صلى وحده وصلاةه صحيحة لكن إن كنت أعدت الصلاة بناء على كلام الإمام فألا خير تكون الصلاة الثانية نافلة إن كانت الأولى صحيحة أو تكون صحيحة والأولى نافلة إن كانت الأولى فالصحيحة غير صحيحة يعني فرضا ولكن القول الراجل حرفته الآن أنك إذا جئت والصفوف تامة فصلي مع الإمام ولو كنت منطلدا